تلك القلوب التي بها صلاح الإنسان وطيب عيشه وبها انتكاس حاله وتعثر مسيره ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هكذا قال صلى الله عليه وسلم في اختصار بيان تأثير صلاح القلب وفساده على مسار الإنسان وعمله ومعاشه ومعاده